وليعلم المسلم أنه كلما تباعد الناس عن زمن النبوة وكلما طال الأمد عنها كلما كثر الذين يقرؤون القرآن ولا يكونون من أهله ولا يريدون به وجه الله عز وجل جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد أتى علينا حين وما نرى يقرأ القرآن إلا من يريد به وجه الله عز وجل ثم بعد ذلك حدث ما حدث فأصبح يقرأ القرآن من لا يريد به وجه الله وقال علي رضي الله عنه إن يطل بك الزمن يقول لصاحبه إن يطل بك الزمن فستر الناس أصنافا ثلاثة في كتاب الله من يقرأ القرآن لله ومن يقرأ القرآن للدنيا ومن يقرأ القرآن ليجادل فيه فبين علي رضي الله عنه أنه إذا طال الزمان بالناس فإنهم سينقسمون فيه ثلاثة أقسام صنف لله وصنف لدنيا وصنف يقرأ القرآن ليجادل ليماري به العلماء ويجادل به السفهة وقد جاء أثر عظيم عجيب وكأنه يتحدث بما نحن في زماننا فقد جاء عند الدارمي بإسناد صحيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه الرجل والمرأة والصبي كل يقرأ القرآن وبهذا الزمان نجد الصبي لم يبلغ سن التمييز وقد حفظ القرآن كاملا وصدق رضي الله عنه قال حتى يتعلم القرآن كلهم فيقول الرجل قد قرأت القرآن ولم أتبع لم يأتني أحد ولم يأتني أحد ليقبل رأسي أو يأتني أحد فيتبعني ويسمع كلامي قد قرأت القرآن فلم أتبع والله لأقومن به فلعلي أتبع فيقوم بالقرآن فلا يتبع فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع وقمت به فلم أتبع قال فلآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوا قال معاذ رضي الله عنه فإياكم وما جاء به فإنه ضلالة وهذا حق فإن كثيرا من الناس ربما يكون حافظا للقرآن ربما يكون مجيدا لتلاوته ولكن ليتبعه الناس ويمشون خلفه جماعات ووحدانا فإنه بعد ذلك يحدث في دين الله عز وجل ويحدث لهم ما لم يسمعوه في شرع الله عز وجل ويحدث لهم من غرائب الأمور من بين مقل ومستكثر قال معاذ رضي الله عنه فإياكم وما جاء به فإنه ضلالة ترجمة نانسي قنقر